أولا يجب أن نفهم طبيعة ومحددات السياسة الإيرانية محددات السياسة الإيرانية واضحة أولا هي تشعر أن دولة إقليمية تريد التوسع في المنطقة مجال التوسع الوحيد لها هو في غرب إيران توسع نفوذا نفوذا أم احتلالا نفوذ هي إيران يعني احتلت العراق بدون جندي واحد يعني الفكر الإيراني مختلف حروب الوكالة نحن دائما يعني نعتقد أو نقيس على إيران وفق السياسة العربية التقليدية إيران مختلفة إيران تمارس السياسة بذكاء وبدهاء ومكر وحسابات دقيقة لاحظها مثلا أن إيران تتجنب حاليا المواجهة مع دول خليج هي تركز على المناطق الرخوة وتحاصر منطقة الخليج النفوذ الإيراني الآن هو يحاصر دول خليج من الشمال إلى الجنوب وبالتالي إيران هذا هدف ثانيا مثل ما تفضل أستاذ جورج أن إيران توظف وكلاءها هي تتحدث عن الصراع مع الشيطان الأكبر والولايات المتحدة وترفض الحوار معه وتعتبره أنه عدو استعماري ولكن لا تمانع أن وكلاءها في المنطقة مثل في العراق الأحزاب العراقية هي التي جاءت على الدبابة الأمريكية ليس لديها مانع أن تتفاوض وتجلس مع الأمريكي بل وتنسق معه العملية السياسية في العراق بينما تحاربه أيضا عام الآخر أن إيران هي تجلس الآن خلاص بعد رفع الحصار تتحدث عن عشر سنوات الماضية كانت تتحدث أنها يعني تواجه أمريكا وفي معركة ولكن كل حلفاءها والمولين لها هم الذين نسقوا مع الولايات المتحدة في مصر العراق وقادوا العمل السياسية وكانوا بالتنسيق مع الولايات المتحدة إضافة لذلك أن الآن الوضع الحالي أنه كل التنظيمات المسلحة الشيعية بين قوسين لديها علاقات طيبة مع إيران بينما على الجانب الآخر التنظيمات السنية مثل القاعدة وداعش لديها صراع مع الدول العربية السنية وهذا أيضا وصراع مع العالم لا نتحدث عن تحديد الدول العربية وهذا أيضا عامل لصالح إيران لماذا؟ لأن إيران قوية في الاستقرار إيران مثلا الحوثي أو حزب الله مثلا كانوا موذجين لحلفاء إيران حزب الله في الانتخابات في الوزن السياسي اللبناني لا يشكل إلا جزء من الحصة الشيعية لأنه متقاسم مع حركة أمل وبالتالي تعثير حزب الله السياسي في المنطق الطبيعي لا يتجاوز أكثر من 17 نائبا ولكنه الآن بحالة الفراق لا وجود رئيس لا وجود رئيس وزراء لا نعقاد الجالة البرمان بالقوة العسكرية بالميليشيات هو يشكل يصادر نصف القرار السياسي اللبناني إضافة لأن الحوثي يشكل قلية عددية في اليمن لا يستطيع تشكيل قوة سياسية لو كان الأمر مستقرا ولكن في حالة لا استقرار يكون الحوثي على رغم قليته يستطيع أن يصادر القرار السياسي بل ويحتل وبذلك إيران تستفيد من حالة الفوضى لأنها متحارفة مع كل التيارات أو التنظيمات الميليشيات المتطرفة والمفلتة في المنطقة وليس بصالح العودة إلى حالة الاستقرار يضرها الاستقرار